بدأ يخد لحظات كتير قليلة لرد على انتقاضات وصلت وبشدة وبقوة على فيديو نشرناه على انستغرام تحت عنوان دكتورة هيام يعقوب لم تتول بلغ بوجود لتلافة حال سيدة في لبنان من الوشم أول شي بدأت شكر المتابعة وانتشار هالفيديو بشكل غير متوقع وغير مسبوك تخطى 300 ألف نسبة المشاهدة التعليقات كانت جداً آسية كنت بنتظر انه تتابعوا كامل اللقاء من خلال اليوتيوب لتعرفوا عن شو عم نحكي لحرد على البعض وبشكل مقتصر علماً انه انا ما تعودت رد على حدا اذا كان الكلام ايجابي او سلبي لان بالنهاية هيدي حرية التعبير بيعتبرها اذا كان الكلام حلو او مش حلو باي موضوع ان كان حتى ولو كان بالشخصة ولكن على قد ما اخد انتقادات هالفيديو جعلني انه ما فيه الا ما رد لان كان لازم رد لحرد على المكرر يعني على التعليقات المكررة ابرزة كان الى انه اثقف نفسك الحمد الله انه انا مثقفة لو انتو شوي مثقفين كنتو فضتوا على الانستجرام وشفتوا انا مين وعرفتوا انا مين انا معي ماجستير بالاعلام معي ديبلوم بالسوشيل ستاديز الحمد الله بقرأ ومثقفة كتير مني حي ممكن اكتر من غيري بكتير بيحترم الكل ويمكن غير مثقف اكتر مني بكل طواضع بس بقول انه انا مثقفة تاني شي ليش مسمي تيرسي ده هو اتش اي في هو ما بعرف شو انا ما سميته الخبر انتشر ووصلنا مثل ما وصل لكتير من الاشخاص وانا من الاشخاص لقاءاتي عبارة عن ما هو منتشر بالبلد او شو هو ان بالبلد من مواضيع ثقافية اجتماعية فاشن الى اخره كنا كان برنامجنا نمبر ون على قناة اير تي امريكا واستراليا بقدم كل اسبوع كان على مدى ساعتين في كل شي ان بالبلد توقف لسبب من الاسباب ولكن كفينا من خلال اليوتيوب نقدم هاللمقابلات بشكل مختلف ولكن كفينا بنفس اسلوب انتقاء المقابلات بفتخر انه كتير من الاشخاص نحنا دعينيهم طلعوا من شاشتنا وهن اليوم بارزين على كتير من المحطات وعلى ابرز المحطات ما في حدا توجه لنا بالشكر انه والله طلعوا من عند دالينا او طلعوا من برنامج من بيروت هيدا ما بهم المهم انه الشخص استفاد من عندنا وطلع وانتشر بكافة المحطات البلوجر يلي هو بدبي بيقول انه هو مثقف وبيعتبر حاله كتير منهم ثق في ناك في سيك برجع بللك انه انا كتير مثقفي يمكن مثقفي اكتر منك لو انك مثقفي شوي كنت ما جاوبت او ما حطيت هالتعليق هيدا لطالما حضرتك بلوجر موجود بدبي بتمنى على كل الاشخاص يلي شايفوا هالفيديو فيديو السيدة على الانستجرام اللي احنا مننزل تيزر لحتى نحمسكم تروحوا على اليوتيوب وتحضروا المقابلة كاملة تتوجهوا لتحضروا المقابلة للدكتورة هيام يعقوب اللي طلبناها من وزارة الصحة لانه انا ما بقبل جيب ما كان يحكي عن الموضوع لما وصلنا خبر السيدة مثل ما عم بتشوفوه على الشاشة طلبنا الدكتورة هيام يعقوب من وزارة الصحة انت دابتها لتجي لعننا وتحكي عن انتشارها الخبر وهي مديرة البرنامج الموطنية لمكافحة السل والسيدة في لبنان يعني انا ما سميت السيدة من عنده هي مسمية في عندها عدة اسماء فلكل هالاشخاص اللي عم بيعملوا انتقادات وفيديوهات عم توصلني ويا لطيف كأنه عملنا قصة هياملنا قصة عملنا مقابلة عن الخبر يلي انتشروا عن صحة الخبر يلي هو غير صحيح انه عنا 3000 حالي اذا ما عنكن جلد تحضروا الفيديو راحقلكم الى انه هو غير صحيح عنا عدد تراكمة عنا عدد تراكمة من 1984 وحتى اليوم 2000 وشوي يعانوا من هالمرض وهو اليوم مرض عم بتم علاجه اذا الشخص عمل فحوصاته وعرف انه عنده هالمرض وتعالج واخد الادوية بشكل مستمر في الو عدة طرق فبتمنى عن اي شخص حابب يعلق وقبل ما يعلق يتوجه نحو اليوتيوب ويعزب حاله ويقدر يحضر مقابلة من 5 الى 7 دقايه بتأسف انه تيزر جاب اكتر من 300 الف مشاهدة بالوقت اللي رحت على اليوتيوب لشوف كم واحد حضروا ما بيتجاوزوا ال300 يعني هايدي هون بسأل اين الفقافة وللاشخاص اللي عزبوا حالهم وعملوا فيديوهات عن هالموضوع كمان بقلكم عزبوا حالكم روحوا على اليوتيوب حضروا المقابلة كاملة شكرا وبعتذر على التوضيح علما انه يلي بيعرفني بيعرف انه انا من من الاشخاص اللي برد على ولا شي يلي بيزعجني بعملوا بلوك من الاخر كتير عالم قزيتني بحياة العملية والاجتماعية ويلي بتكون اياه مبرد بعمل بلوك وبقلب الصفحة وبمشي لقدام فبليز فقفوا نفسكن واحضروا الاشياء كاملة واعملوا ريسيرج عن الشخص قبل ما تنتقدوه وتحكوا عنه اشتركوا في القناة